زملة كتير الفترة اللي فاتت دي طلعوا اشتكوا على السوشال ميديا وفي الإعلام إنه هم مش لقيين فرص عمل جديدة شوف تصرف ده صح؟ هو أنا جات عليها فترة في اللقاء صابت طلعت بس أنا ما اشتكتش أنا قلت إن يا إخوانا أنا ما باخدش اللي يكفيني في ظل الغلاء اللي أنا عايشين فيه ده مش أنا اتطرق للوقتة دي أنا بقول لحضرتك أنا طلعت بعد وفاة ماما اللي ارخامها وبعد شوية حاجات كده إن أنا راضي بأي حاجة أنا بعمل اللي عليا واللي جاي ده بتاع ربنا مش بتاعي بس ففي حالة رضا يعني هو فعلا في حالة رضا أنا شايف حضرتك في حالة رضا وحالة زهد أه الحمد لله ده يعني أكيد بتوصل حضرتك بعد مواقف كتير يعني مش بتيجي كده بسهل حالة الزهد وحالة الرضا وكذا دي لا مش بسهل طبعا مش بسهل بس هي في الأول وفي الآخر بتبقى نعمة يعني يعني اللي هو أنت مش فارق معك أنا مش فارق معك أنا عايديلي شغلة حلوة عامله عايديلي شغلة وعاش مش عامله وهل حالة الزهد دي جات لك بعد وفاة وردتك؟ آه طبعا أنا لما والديك توفت ونزلتها بإيدي كده حسدتي يعني أحاسيس كنت أسمع يا أستاذي دي كده الواقع نفسه اللي والدته عايشة وما بينالش رضاها ده قسران كتير جدا فربنا يرحم كل موتانا وكل سنة وكل أمة طيبة وبخير وبسعارة ترجمة نانسي قنقر